رقم اتنين عايز اتكلم من بعد ما الزمالك احرز الهدف بتاع اوباما في الداية 33 ايه باي انا عايزك تبص على تعامل كل لعيبة الزمالك والكرة معاها او مش معاها رقم واحد تعالي كبير جدا عالكور تعالي كبير جدا تحس ان فرقة الزمالك النهاردة خاسبانا 3 او 4 في الملعب فالنهاردة خلاص انا بعد الداية 83 دي بعد ما جبت الهدف بتاع اوباما نمتع عنفسنا بقى احنا حاجزين ساعة خماسي ننزل بقى حقيقي والله ننزل بقى نمتع نفسنا هيك الساعة خماسي فعلا في الآخر مش فاهم ليه هاتبنا يا جماعة اللعطات اللي احنا كنا جايبينها في البداية الحلقة المراوضة بتاعت أوباما وكعب شيكابالا وكعب هو من غير ما تدور بعد إدارة ثلاثة فبانية نتفرج على كل حاجة في نادي الزمالك والعيبة نادي الزمالك بتعملها فين درق السوريو النهاردة في لقطة اللي هي تاعت أوباما لما عدى من واحد والتاني والتالت أنا توقعت أن هو يقوم من على الخط هيزعق بعلو الصوت ويقول لك إلعب وخصويا تخلي بالك الهجمة دي كنت ممكن تروح تجيب الهدف الثاني يعني ناحية الشمال كانت فاضية خالص يا شكبالا يا إبراهيم أنا ضايقا موجود فيها لو لعبها له كان ممكن نروح انفراد بس أنا معنديش مانع عن ننتر ما تفقدش الكرة بسرعة وتفضل مستحوذ عليها عشان تبقى بتستحوذ بتضيع وقت باستحوذك حالك الكرة لكن ده ما حصلش في نت الزمالي كان نهارده كان كله استعراض لعبة كتير جدا مش عايزة أصخر أسماءها اللي بيعمل حركة واللي بيعمل ترئيسة واللي رقص واحد والتاني والتالت مجرد ما هو قام ولقيته بيشجع أوباما واللي عمله ده كويس خلاص عرفت أن الموضوع رح لسكة تانية ما انت خلاص اللي عمل كده ما حسبتوش في بدايته فخلاص انت سبت المجال لأي العاب يعمل كده دي في الحلقة ايه هتقولنا يا جباعة اللعطة اللي في بداية الحلقة النهاردة وبابا بيرقص وشكبالا بيدي كعب وبستشار عشان ده اللي بيكلم عنه كابتن كريم دلوقتي عشان الناس كمان تشوفه وبيقول ايه فمن بداية الكرة دي نعرفت أن الأمر رحى في سكة وحشة خالص اللي هي بقى الاستعراض وانت معاك الكرة طب تعال بص وانت ما معاكش الكرة بص الهدف اللي جي في الزمالك في ديئة 98 هو من بدايةها أصلا عبغاني رايح بكل سكة انه يحضن على كرته وخبطت في رجله ما فط الحقة هتاخد فيها ولتعمل اي حاجة تانية احنا للوهل اللي قولك ده وانت بتتفرج على المباراة هتقول ما خبطتش في رجله بس القاعدة وضحت فعلا ان هي خبطت في رجله فاللي انت بتبقى دايما اللي بقول للعيبة اللي كانوا من لعب مع بعض او حتى الوقت بقابلهم او اللي معايا بقولهم حاجة واحدة بالذات في الوقت ده بخيل في الفولات على حدود التمنتاشر ما كل ديئة اسلحة ممكن تكفيها يا جون فالنهارده ما فيش بخلي من عبغاني ان انت تلحق حتى الكرة او تبقى حارسي انها ما تطلعش ضربة ركنية ومستسهل الموضوع دي رقم واحد بص الدربة الركنية لما تلعبت الزناري هو اللي طالع في وسط اتنين او تلاتة من بتقول المقاولين طب فين اللعيبة اللي بيعملوا الضغط فين الحماس يعني الطبيعي النهارده الكرة دي لأ اول ما هتنزل تلاقي ثلاثة اربعة مدافعين من الزمالك رميين نفسهم قدام الكرة يا بشتشاط من الحماس بص بص النحية اللي هناك شكبالة بص 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 زيزو كان قدامه بص 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 ده اللي انا بكلمك عنه اي بقى اللي اقترب منتها السعادة اه في منتها السعادة انا برضو استغربت بصراحة يعني انا شايف ان استحالة ربنا اكرم بالعقليات دي بصراحة يعني يعني ما احترام اللي اللعيبة طبعا كلها معزورة في حاجات كترة جدا لكن مش معزورين في الراحسة ده